اشتركوا في القناة الحقيقة احنا جميعا امام تحدي كبير جدا هذا التحدي هو اين نحن الان من قطاع الاتصالات والمعلومات لان دائما عشان الواحد يكون يقبل التحدي لازم يقارن نفسه بالاخرين كان في حديث مع بعض الزملاء المهندسين من تخصصات مختلفة بنقارن التخصصات الهندسية سواء المدني او الاتصالات او النقل او واذا بمعلومة زكرت وهي الحقيقة معلومة صحيحة اذا كان هناك عجلة تزايدية نقارن بها الهندسات المختلفة يعني الهندسات المدني تقدم قد ايه النقل تقدم قد ايه الطيران تقدم قد ايه الاتصالات تقدمت قد ايه فكان يجب اذا كان كله بسرعة تزايدية واحدة ان يكون النقل بين القاهرة ونيورك في دقيقة بدولار فاذا قطاع الاتصالات بيتقدم بسرعة رهيبة بعجلة تزايدية بحيث ان كل اللي كان السنة اللي فاتت موجود ممكن السنة دي يجب اوبسوليت وبالتالي ده بيضع الجميع اللي عاملين في هذا القطاع امام تحدي كبير جدا وهو ان يلهث وراء هذا التقدم مصر الحقيقة بشبابها الواعد عندما ازور القرية الزكية فعلا الواحد بيحس بسعادة بيحس ان هناك امل ولكن ايضا هناك تحدي القرية الزكية انشأت من عشر سنوات تقريبا مفروض النهاردة ان تكون هناك كرة تكنولوجية في كل ربوع مصر مفروض النهاردة ان يكون هناك ايضا من التحديات ان تكون صناعة البرمجيات من الصناعات التي تتقدم بها مصر لان هناك شباب واعد فعلا مفروض النهاردة اذا كنا بنتكلم على اصلاح اداري حقيقي ومقاومة للفساد حقيقي ان يقود هذا القطاع بمراكز المعلومات هذا الاصلاح الاداري لان الاعتماد الاساسي في الاصلاح الاداري هيكون على قواعد البيانات قواعد بيانات دقيقة قواعد بيانات سريعة تتابع تنقل الواقع وفي نفس الوقت هذه القواعد البيانات تتطلب ايضا بنية اساسية قوية في مجال المعلومات نقال النهاردة التحديات اللي امامنا سرعة الانترنت الخدمات الموجودة زي ما قلت فيه النهاردة يعني تليفون المحمول دي كلها امامنا تحديات ايضا تكلمنا كثيرا عن مراكز المعلومات في القرى هل هناك واقع يؤكد ان هناك فعلا مراكز معلومات فاعلة في القرى عشان اقدر ارامل حكومة الكترونية هذا هو ايضا تحدي امام العاملين في هذا القطاع ويمكن انا طلبت من السيد الوزير التنصيق مع وزير الدنمية المحلية لعقد مؤتمر كبير جدا لمراكز معلومات القرى هي البنية الاساسية فعلا اللي هتقدر تخلينا ننطلق الى حكومة الكترونية حقيقية ايضا انها هتوفر عدد كبير جدا من الوظائف وفرص العمل انا الحقيقة سالفتت كنت موجود في هذا المؤتمر وبقارن السنة دي الجو العام بسالفتت الحمد لله مصر الحمد لله قامت وقفة بقوة بتكمل منظومة اقتصادية واصلاح اقتصادي ايضا شارك فيه قطاع المعلومات لان قبل ما كنا نشتغل فيه المنظومة الاقتصادية او تحريك اسعار الوقود كان علينا ان احنا فعلا نشتغل بقوة على شبكة ضمان اجتماعي ونقدي المثل وفيه منظومة الخبز منظومة الخبز بدون شبكة اتصالات وبدون برمجيات حقيقية ما كانتش ممكن تنجح فاذا قطاع الاتصالات سيكون في المقدمة لانجاح المشروعات الكبيرة وخاصة على مشروع قناة السويس وتنمية منطقة قناة السويس التحديات كثيرة الواقع ايضا يجب فعلا ان احنا نوجهه بصراحة وان احنا فعلا نسرع بشبكة الروا الرخصة الموحدة تصبح حقيقة ده تحدي امامنا الرخصة الموحدة هي حقيقة تكلمنا فيها كثيرا وعلينا النهاردة ان احنا فعلا نحقق الرخصة الموحدة وفي اسرع وقت علينا ايضا رفع الخدمات ونواجه الحقيقة من حيث سرعة الانترنت من حيث كفاءة شبكة الاتصال هذه هو التحديات لا اريد ان اطيل عليكم لان فعلا احنا اطلنا في الكلمات واحنا اتفقنا ان سننتقل من التخطيط الى التنفيذ وهو التحدي الاكبر امامنا وبالتالي انا يعني بشكركم على الحضور وبطلب فعلا ان شاء الله ان يكون هذا الجمع ناجح وان يكون هناك يمكن في الاخر توصيات نقدر فعلا كلنا نستشعر ان هناك ثبات على ثبات ثم ننطلق من الثبات ما يبقاش فيه نوع من عايزين تقييم حقيقي اين نحن تقييم حقيقي بارقام بنظام مقارنة للكفاءة الكفاءة اهمة جدا فيه قطاع الاتصالات وخاصة في مجال الخدمات انا بشكر الجميع وبنتهز هذه الفرصة ان احيي كل شبابنا حق العاملين في قطاع الاتصالات هم فخر فخر كبير جدا لما روحت وزرت ودخلت مع المهند الصاطف سواء المعاد او الشركات او شركات الاتصالات الحقيقة انا بشكرهم وبقولهم هتكملوا باذن الله مصر محتاجة لشبابها وانتوا ان شاء الله في التلاقع وفي المقدمة دائما باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة